اليوم رحلتنا هي نحو مستقبل البرمجة مسيرة تقودها قوة الذكاء الاصطناعي هذا يعني تصريح مؤسس فركة ميتا مؤخرا ولماذا الجميع يتحدث عن إعلان مارك جوكربيرج الأخير بهذا الحمد تستعد أكبر شركات التكنولوجيا على الساحة لتقديم نظام ذكاء الاصطناعي بحلول العام 2045 يمكنه كتابة الكود بمستوى مهندس برمجيات متوفرة وهذا قد يبدو لأحدنا خيالا ولكنه على وشك أن يكون واقعا من موشن المثير هو أن جوكربيرج يعتقد أن هذا الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المطورين البشريين بالكامل متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو هتلاقوا أن البودكاست باللغة العربية ويكاد يكون مقارب لصوتي بنسبة 90% عشان يعني صعب أن أقول 100% لأنه واضح أن الصوت ذكاء اصطناعي اللي يركز شوية في البودكاست هيحس أن الصوت يعني إلى حد كبير مش صوت 100% ولكن من وجهة نظري هذا الصوت إلى حد كبير من أجود الأصوات اللي عملت لها كلون استنساخ لصوتي حتى الآن ودي وجهة نظر طبعا الشخصية وده من خلال موقع النهاردة اللي حتكلم عنه هو موقع جالي بود جالي بود هو موقع من المواقع اللي بتمكنك من عمل بودكاست وبيدعم اللغة العربية زي ما شفنا في بداية الفيديو وبتقدر أن انت تعمل كاستمايز للبودكاستر بتاعك الشخص اللي حيتكلم ممكن يكون بصوتك زي كده ما أنا عملت كلون لي الفويس بتاعي بيعمل لك السكريبت بناء على المصادر اللي انت بترفحها الناس اللي استخدمت نوت بوك الام من جوجل هتعرف أن انت ممكن تعمل بودكاست عن طريق رفع المصادر ولكن هو لا يدعم اللغة العربية وأيضا بيكون السكريبت الناتج انت متقدرش تعمل عليه ادت أو تتحكم فيه انت ممكن بس تتحكم أنه هو يكون لشريحة اوديانس معينة ولكن متقدرش تتحكم فيه السكريبت وتضيف عليه وده اللي حيمكنه لك النهاردة جيلي بود ان انت تقدر تعمل ادت على السكريبت المنتج بواسطة البرنامج نفسه طبعا جيلي بود من المواقع اللي طبعا مش مجانية في حالة تحميل البودكاست حبيت بس أقول لك الموضوع ده لكن هل هو فيه خطة مجانية فيه خطة مجانية لو رحت ليه upgrade to pro لو انت رحت الفري حتلاقي ان انت لك ألف generation credits وأيضا بيكون لك premium host devices تقدر انك انت تطلع على premium host voices وتستخدمها unlimited episodes تقدر تعمل episodes زي ما انت عايز تقدر تعمل اللي هي البودكاست تقدر انك انت تعمل unlimited hosts برحتك خالص تكاستمايز الهوست بتاعك تقدر تقدر تعمل unlimited podcast series وتقدر ان انت تcreate a voice clone تستنسخ صوت واحد والغالب بيكون صوتك يعني ده بالنسبة ليه موقع النهاردة ولكن علشان تعمل download للأسف يعني بعد ما بتخلص كل حاجة وتستمع له وتعمل edit وكله حيقولك عشان تعمل download لازم تشترك في الخطة المدفوعة ولكن ممكن لو انت حابب ان انت مش هتعمل بيه محتوى ولا حاجة انت عايز بس انك انت توصل معلومة معينة او فكرة معينة تلخص شوية sources وتسمع التلخيص بتاع وبعدين تقدر ان انت تاخد copy دي اللينك وتسمعه برحتك تماما يعني هتاخد اللينك واللينك ده تحفظه عنك وتبتدي تسمع البودكاست او تشيره مع اي حد انت عايز تشير معه البودكاست دعا نبص على موقع النهاردة جيريبود اللي انا بصراحة اختبرته لقيته انه هو جيد ممكن اديله ريت اقول تمانية من عشرة في جودة صوت وايضا النط الخاص به اللغة العربية في بعض الكلمات بيكون النطق بتاعها فيها مشكلة من ناحية التشكيل عنده اختلط عليه الامر ولكن بشكل كبير جدا يعني عشان حد يقفلك على حاجة حاجة دي يعني لو حد عايز يستفيد من المحتوى ككل ممكن يسمع ما يبقاش مركز معيك ولكن اللي بيركزه قوي مع النطق بتاع اللغة العربية ممكن الموضوع ده ما يجبهم شاوي يلا بنا نشوف ازاي حنستخدم جيريبود.ai من الرابط الموجود في الوصفة اسهل فيديو حتروح عليه وتبتدي تعمل ساين اوب وتشترك في الموقع علشان نخش على جيريبود ونبتدي نجرب ننشئ نيو بودكاست كرييت نيو بودكاست هبتدي ادوس على كرييت نيو بودكاست وهنا هتبتدي تدي تايتل للبودكاست بتاعك هنا هل الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان قريب وهنا سأفقد الكثير من الوظائف انت ممكن هتحط بودكاست هحط نفس التايتل طبعا انت بتعمل وصفي يعني علشان بعدك تقدر ان انت ترجع للبودكاست في زين موجودة عندك عدة جبورة تبقى عارف وصف كل بودكاست بيتكلم عن ايه هنا انا هاختار اللغة العربية وهبتدي اعمل كرييت نيو هوست هعمل هوست جديد او اختار من الهوست الموجودين عندي تختار من الهوست الموجود او انا هنا كنت عاملة كلون لصوت بتاعي هعمل اد هوست او هدوس كرييت نيو هوست عشان اعمل نيو هوست هنا مسامي الهوست بتاعي احمد مثلا وحبتدي اوصفه هروح في الـPackStory هحط الوصف الخاص بي الوصف ده جبته منين؟ جبته من شات جي بي تي قلت له اديني وصف لصوت شخص عنده 35 سنة ويرخيم وباللغة العربية فهو هنا اعطاني الوصف انا هنا هقوله اي 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 فويس ديزاين هاختار ان هو يعمل لي ديزاين الفويس وهبتدي اقوله كرييت فويس وهو اللي هيولد الصوت حسب المواصفات اللي انا حطاها في الـPackStory او ديسكريبشن الخاص بي الصوت الخاص بي الهوست بتاعي هنا هو احمد تعالوا نشوف النتيجة بعد عملية الكرييت هوست هو هنا حيبتدي يديني الـVoices اللي هو تم انشاءها هنا حيديني كذا بريفيو واحد واثنين وتلاتة فالمفروض ان انا حسمع التلاتة وحاختار الصوت اللي يعجبني انا هاختار الصوت ده هو هيدهم لي باللغة الانجليزية لكن انا هعمل بيهم البودكاست باللغة العربية وبعد كده هبتدي ان انا اقوله كرييت هوست هاختار الهوست ده طبعا ايه هو ان الصوت مش هيطلع اعتقد علشان انا بسجل ببرنامج مش بيظهر الاصوات الموجودة يعني مثلا بسجل صوت في موقع مش بيظهره هنا ده الصوت وهكذا ده المواصفات بتاعته هنا هعمل ريفرش مرة تانية هحط البودكاست تايتل ودسكريبشن لانه هيظهر معي هنا هاختار ايدي الفويس هبتدي ان انا اقوله كرييت بودكاست هنا هو قام بانشاء الابسود خلاص هبتدي اقوله generate script هو الاوتلاين هيكون بالانجلش لكن السكريبت هيكون بالعربي فما تقلقش من النقطة دي ممكن تاخد الكلام ده على ايه برنامج ترانسليشن وتبتدي ان انت تشوف الاوتلاين ولكن هنا سينفترض ان انا مش هعدل اي حاجة في الاوتلاين ولا حضيف اي شابتر جديد ده تقدر تعدل على فكرة وتعمل الادت اللي انت عايزه هنا تقدر انك انت تعمل ريموف لاي جزئية اي حاجة انت عايز تعملها تقدر انك انت تعملها رجع بس تاني مرة اخرى هرجع بس الكلمة اللي انا مسحتها مرة تانية وهنا حتدي اقوله generate script بعد ما تأكد ان الاوتلاين هو ده الاوتلاين اللي انا عايزي حتدي اقوله generate script هنا هيستنى لحد ما يجنرات الاسكريبت لم يخدش وقت كتير قوي هو هنا انشأ الاسكريبت زي ما احنا شايفين وهنا تقدر ايضا تعدل وتصلح اي حاجة انت شايف ان هي مش مظبوطة وتشيل اي جزء انت مش عايزه وفي الاخر خالص بعد ما بتخلص العملية دي بتبتدي generate الاوديو بتاعك تم انشاء الاوديو هتسمع الاوديو لو already انت خلاص الاوديو ده عاجبك هتبتدي ان انت تستخدمه وفي الاخر خالص بتدوز publish episodes هيبتدي ينشئ save and publish وهنا هيكون معايا البودكاست بتاعي اهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم حيث سنلقي الضوء على الطريقة التي يغير بها الذكاء الاصطناعي مشهد العمل التقليدي حول العالم تخيلوا شركة استشارات كبرى مثل اكس نتشر اعلنت عن استثمار قدره ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم رؤيتها في الذكاء الاصطناعي الهدف توفير اربعين الف وظيفة جديدة عبر تسعة عشر قطاعا مختلفا هذا يعكس بوضوح كيف اصبحت التكنولوجيا هذه اداة حاسمة للشركات بتاعي resources اللي انا رفعتها الترانسكريبت طبعا ممكن انت تعمل share الابسود بتاعك عن طريق اللينك تشيره مع اي حد تقدر انك انت تداونلود الترانسكريبت وهنا بقى بالنسبة لي الجزء المتعلق بالداونلود اوديو هيحولك للاشتراك في الخطة المدفوعة عشان تقدر تحمله وتستخدمه commercial use وتبتدي ان انت ترفعه يعني كمحتوى عندك على اليوتيوب مثلا فما تبقاش قلقان من ال commercial use وكل ما هو ذلك فهنا دي النقطة اللي ممكن ما تعجبش البعض من اللي بيتفرج على الفيديو ولكن هو جيد جدا بصراحة في إنتاج البودكاست باللغة العربية لو لو واحد المحتوى بتاعه عبارة عن بودكاست باللغة العربية والقناة بتاعته بس ده بتقدم محتوى مثلا knowledge او information او الحاجة اللي انت بتقدمها عايز تقدمها من خلال بودكاست اعتقد انه هيكون جيد جدا كأداة تستخدمها اتمنى تكونوا استفادتم من فيزيو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد دي ام بقولك في نهاية كل فيديو وانتنساش تعمل subscribe للقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء ننساش اللايك والشير وكمنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته